كل اسبوع بنفس اليوم وبنفس الساعة يتم اصدار تحديث جديد للعبة واغلب الاوقات يتم اضافة مركبات جديدة واليوم موضوعنا عن تحديث 11 سبتمبر 2018 السلام عليكم ورجعنا لكم في الجديد من GTAV واليوم تم اصدار تحديث جديد لكن بدون اضافة سيارات او مركبات جديدة بمعنى ثاني التحديث ما فيه كثير اشياء غير شوية خصومات ممكن تفيدكم واول شي عندنا ملابس الجديدة اللي بتاخذها اذا سجلت دخولت من اليوم لمدة اسبوع بالنسبة لدبل الفلوس والاربي فعندنا نفس المود اللي تم اضافته من اسبوع Trading Places Remix اما من جهة الخصومات عندنا خصم على كل انواع البنكر وكل انواع النايت كلوب وبالنسبة لخصومات المركبات عندنا Tourismo R, SC1, Barria وتعتبر واحدة من اسرع السيارات الكهربائية عندنا خصم على V Series, Deezerac خصم على Camacho وأخيرا خصم على باص الاحتفالات Festival Bus من هنا اكون وصلت لنهاية المقطع يعدكم العافية لمشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك واشوفكم في جديد بإذن الله اشتركوا في القناة